السلام عليكم وضعية نقدية حول شعر الحكمة في العصر العباسي السنة الثانية الثانية قبل بداية الفيديو أتمنى أن تضغط على زر الاشتراك والإعجاب وهيا لنبدأ بالفيديو شعر الحكمة المقدمة ازدهرت حركة الأدبية في العصر العباسي فتطورت بعض الأغراض الشعرية القديمة وظهرت أغراض جديدة منها شعر الحكمة فما هي أسباب ظهوره ومن هم أهم شعرائي هذا النوع من الشعر العرض شعر الحكمة هو أحد الأغراض الشعرية الذي ظهر في العصر العباسي ويعرف بأنه نوع من الشعر من خلاله يحاول الشعر إصارة جاربه وعصارة حياته التي واجهها بين الناس والهدف منه هو تنوير الناس وتبصيرهم بأخطاء الذين سبقوهم من بين أسباب ظهور هذا اللون من الشعر الاختلاط بين العرب ومولة أعجمية تسجيع الخلفاء العباسيين للعلم والأدب ازدهار حركة الترجمة والنقل الاحتكاك بالحضارة الأخرى استفادة الشعراء من خبرة الفرس والرغبة في نقل تجاربهم التي مروا بها في حياتهم لتنوير الناس لأنهم تأثروا بالحكمة الهندية والفلسفة اليونانية فكتبوا قصائد تعتمد على العقل المنطق بعيدة عن الخيال والعاطفة كما أنها كانت واضحة تخلو من التعقيد والتكلف وتعبر عن تجاربهم ونصر أحيان العامة حتى لا يقوا في أخطاء وتفادي المشاكل في الحياة من أبرز شعراء الحكمة في العصر العباسي المتنبي أبو فرس الحمداني وأبو تمام ومن أشهر قصائد الحكم قول المتنبي على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام والمكارم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الخاتمة ساهم الشعر الحكمة في العصر العباسي بشكل كبير في إرشاد الناس وتنويرهم وكان هذا النوع من الشعر يحمل في طياته الحكمة والمواعد الذي تهدف إلى توجيه الناس نحو الخير والإصلاح وبالتالي كان لهذا اللون من الشعر تأثير كبير في تحسين الرعي والثقافة لدى الناس في تلك الحقبة الزمانية أرجو أن أعجبكم الفيديو ونلتقي في مواضيع أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته